فأول ظهور ليها وقبل مواجهة الجزائرية إيمان خليف الملاكمة التايلندية بتقول لأخشى مواجهة إيمان خليف سواء كانت رجل أو إمرأة تابعنا كلنا خلال الأيام اللي فاتت الجدل الداير بخصوص الملاكمة الجزائرية إيمان خليف والكلام عن جنسها وإن ما كانش ينفع أنها تشارك في الأولمبياد لكن رغم إن كل الكلام ده غلط ولا يجوز ومالوش أي أساس من الصحة إلا إن مع كل نجاح لإيمان ومع كل فوز بتحققه لحد ما صعدت المبارات النصف النهائي بيرجع من تاني الكلام في الموضوع ده ومن المفترض إن إيمان خليف هتواجهت تايلندية جانجيم سوانا فينج في مبارات نصف النهائي بكرة بإذن الله لكن قبل النزال ده تسألت الملاكمة تايلندية في اللقاء مع أحدى قنوات عن مواجهتها مع إيمان خليف وأكدت إنها مش خايفة منها وقالت بالنص أدرك أن الملاكمة الجزائرية قوية جدا وسأحاول مشاهدة الفيديو الخاص بها لمعرفة التكتيكي الخاص بها وتصيح تكتيكي وتسألت عم إذا كان مسموح لإيمان بالمشاركة في الأولمبياد فردت الملاكمة تايلندية جانجيم سوانا فينج وقالت لا أعرف ولكني لقى أخشى مواجهتها سواء كانت رجل أو إمرأة سأبزل قصارى جهدي كلها طبعاً يتمنى التوفيق لإيمان خليف فهم ورات نصف النهائي والحد ينكن الفيديو خلص إلى اللقاء فيديو جديد وخبر جديد شكراً للمشاهدة